طريقة جديدة كلياً بدأ هؤلاء المروضون اعتمادها في تدريب الخيول طريقة تنأى تماماً عن التعامل التقليدي مع الحصان وتبتعد به عن الضرب بالصوت وعن أي وسيلة عنف أخرى الهدف منها إثبات أن الرقة دائماً ما تؤتي نتائج أفضل حتى مع الحيوان من البداية أول شيء تمسح عليه تديره سكر النبات تمشي يميني سار معك إليني ولفعلك الخير سبحان الله مرة مؤدة ومؤدة وفاق اللزوم بس لا تضربها لا تتعامل معها بعنف تمشي معك زي الحلاغة بالعنف ما ستمشي معك شو ما شاء الله زي هذا لا يبغى العنف ولا يبغى شيء عبد الرحيم محمد يدرب هؤلاء الفرسان والهوات على التواصل الحسي والصوتي مع الخير وإنشاء رابط بين الفرس والفارس يصل بالإثنين إلى أعلى درجات المهارة الخير لازم تتعامل معها زي ما تتعاملها مع الطفل كيف تعامل الطفل تعامله فالغلط لا غلط عشان كده بعدنا عن الضرب ما عد فيه ضرب ما عد فيه إهانة للحصان لا بالعكس احنا نرفع من الحصان هذا نخليه مع الوقت صاحب لنا ونظرا لما تمثله الخيول للسعوديون رياضة وثقافة وتراثا يربطهم بتاريخهم وأرضهم يسعى خبراء تربية الخيول لابتكار مهارات تطوير العلاقة مع الخيل وتبقى عليها كأحد أهم سمات المجتمع السعودي أسلوب جديد بات يعتمد لترويض الخيول بعيدا عن الشكل التقليدي المعتمد على استخدام الصوت أسلوب يرى التواصل الصوتي بين الفارس والحصان نمطا أكثر تطورا يقدم لهذا الكائن الجميل أفضل مستويات التدريب عبدالله يحيا سكينيوز عربية جدة